لقد بادرت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية منذ بدايات الأزمة إلى أخذ زمام المبادرة لصياغة مشروع قرار تحت البند 123 من جدول أعمال الجمعية العامة يدعو إلى تكثيف التعاون الدولي وتنسيق استجابة عالمية ملموسة وقوية لمواجهة جانحة كوفيد-19 وذلك بالتعاون مع مملكة البحرين وكندا وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان والمملكة المغربية وسلطنة عمان وجمهورية سينغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة تمت صياغة مشروع القرار المعنون United Response Against Global Health Threats Combating COVID-19 بالاستعانة بمخرجات القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين القمة التي عقدت في 26 مارس 2020 والتي دعي لها عدد من الدول والمنظمات والهيئات الدولية للمشاركة لتقديم كل الجهود الممكنة لمكافحة جانحة كوفيد-19 حيث كانت لمخرجات القمة أثر بالغ في التخفيف من الآفار السلبية للوباء على الجوانب الصحية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية وفي ربط دول العالم بعضها ببعض في جهد مشترك موحد ترجمة نانسي قنقر